منذ أن خفضت قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي في عهد حكومة الكاظمي والعراق يعيش على وطي أزمة مدخرات مالية بالنقد الأجنبي وتضخم يتفاقم في السوق يوما بعد آخر حتى وصل الأمر إلى محاولات حكومية حثيثة لإرجاع سعر الدينار إلى ما كان عليه قبل ذلك محاولات باءت بالفشل حتى جاءت حكومة السودان وأعلنت عن خطوة رأها مراقبون متهورة برفع قيمة الدينار مجددا أمام الدولار الأمريكي ولم تنضي أيام حتى تبين أن هذه الخطوة لم تكبح جماح التضخم ولم تحتوي أزمة السوق المالية الموازية بل على العكس كان لها نتائج كارثية من حيث الفارق في صرف الدينار بين البنك المركزي والسوق السوداء وكذلك نشطت عمليات تهريب العملة ووجدت المصارف المرتبطة بإيران بيئة خصبة للمضاربة في السوق وكسب مزيد من النقد الأجنبي وجعله شريانا لإيران التي تواجه عقوبات أمريكية مالية وفي خطوة لتشفيف منابع النقد الأجنبي عند إيران فرضت واشنطن عقوبات على مصارف في العراق مرتبطة بتمويل إيران وكذلك لها علاقة مع البنك المركزي الحكومي فدخل القطاع المالي العراقي في أزمة جديدة انعكست بدرجة أساس على حياة المواطنين بسبب تأثيرها على سعر المواد في السوق وبذريعة احتواء المبيعات غير المنضبطة للدولار حصرت حكومة السودان مبيعاته عبر نوافذ محددة لكن مراقبين قللوا من فاعلية هذه الخطوة على مستوى التضخم وسعر صرف الدينار وعلى العكس من ذلك رأوا أن هذه الخطوة تأتي في إطار احتكار مجموعة من الأحزاب النافذة لمبيعات العملة الأجنبية والتملص من العقوبات المفروضة على عدة مصارف فباعتبار منصات بيع الدولار هذه مرتبطة بالحكومة فستكون في منأ عن عقوبات واشنطن وبالتالي تستطيع الأحزاب النافذة مرة أخرى إمداد إيران بالنقد الأجنبي